الطلاق إلى نسخ بقية النيكلوتيدات اللي تقابل الشريط الأصلي هذا لماذا يكون هنا موجود عندنا أنزيم بدء الـ RNA أو RNA primaries اللي هو عبارة عن أنزيم اللي بيجمع ليه النيكلوتيدات المفردة اللي بياختها بعدين بيكون واحد من النيكلوتيدات المفردة هي بتقترب وبتقابل بعد ذلك زين بتبتدي منها بعدين بناء بقية النيكلوتيدات الأخرى إلا راح تكون ليه شريط الـ DNA الجديد فإذن في هالحالة معناته بتكون أول خطوة خطوة تفكي الالتواء أو تفكيك شريطي الـ DNA ألخصها ليكم أعزاء الطلبة مرة أخرى علشان تتابعون وياننا إن شاء الله الخطوة الثانية وهي المهمة فإذن أول خطوة فكي الالتواء إنه راح يصير إبعاد إلى الشريطين أو للسلسلتين عن طريق جزاء عن طريق عفوا إنزيم فكي الالتواء الحلزوني أو إنزيم الـ DNA عفواً الـ DNA فهذا الإنزيم أو إنزيم فكي الحلزنة للـ DNA إلا راح يعمل على إبعاد الشريطين بعد ذلك راح يتتصل السلسلتين ببروتين بتعمل على جعل السلسلتين هذين الأصليتين للـ DNA تكون مفردتين ومبتعدتين عن بعضهما البعض بعد ذلك راح ينشط إنزيم بدء الـ RNA أو الـ RNA هذا اللي بيجمع نيكلوتيدات مفردة بتقابل عندنا السلسل الأصلية علشان تبدأ عن طريقة نسخ أو تقوين أو صنع شريط الـ DNA الجديد ليش أنه محتاج أن يبتدي بنيكلوتيدة مفردة عشان نصير عملية البد في النسخ ليش؟ لأن هذا الإنزيم ما يقدر يقوم لي نيكلوتيدات مفردة لأنه دائما نجمع لنا هذا الإنزيم من يكلوتيدات الثنائية أو على شكل أزواج هذا عندنا بتنتهي فكل التواء لو تابعنا بنشوف هالي طبعاً الإنزيمات اللي نريد أن نركز عليها بنشوف هالحالة زين؟ اللي هي ازدواج القواعد النيتروجينية وهذه خطوة أعزاء الطلبة جداً مهمة ازدواج القواعد النيتروجينية ووضحها في هذا الشكل ونتابع دراستنا على هذا الشكل إنه لما تبتعد السلسلتين عن بعضهما البعض هذا السلسلة زين؟ وهذا عندي أيضاً السلسلة زين؟ فهذا السلسلتين الأصليتين بعد ذلك اللي راح يصير إنه راح ينشط إنزيم يسمى بإنزيم بلمرة الـ DNA هذا الإنزيم البلمرة مالة الـ DNA وهذا أيضاً موجود في هذه المنطقة إنزيم بلمرة الـ DNA وبيكون أكثر من واحد نفس الشيء أيضاً حتى هذا المركب اللي تكون إلينا عن طريق إنزيم بدء الـ RNA بيكون ليه مركب الـ RNA البادئ ما باشوفه بس فقط في هذه الجهة أيضاً في الشريط الآخر لأن كل الشريطين الأصليين محتاجين إنه يتم تصنيع إليهم شريط آخر جديد فبالتالي راح أشوفه في هذا الجانب وفي هذا الجانب لكن في ازدواج القواعد النيتروجينية زين؟ بينشط هذا الإنزيم بالمرة الـ DNA وإنزيم موجود في الأعلى وفي الأسفل ميش بيسوي هذا الإنزيم؟ إنزيم بالمرة الـ DNA هذا الإنزيم عملاً أساسي إنه بيعمل على تكوين أو تصنيع قواعد نيتروجينية أو نيكلوتيدات تقابل تقابل القواعد النيتروجينية أو النيكلوتيدات الموجودة في الشريط بيكون الأصلي فهذا بيمثل لأنه شريط أصلي وهذا أيضاً بيمثل الشريط الأصلي زين؟ زين؟ فبالتالي هذا الإنزيم راح يبتدي يجمع نيكلوتيدات في هالمنطقة ويبتدي يبني ويصنع قواعد أو نيكلوتيدات تقابل القواعد والنيكلوتيدات الموجودة على الشريط الأصلي فإذن إذا كان هنا مثلاً أعطيك عزيز الطالب هنا فيه قاعدة أدنين معناته راح يوضع إليها نيكلوتيدات مقابلة راح تكون الثايمين لو كانت هنا موجودة قاعدة الجوانين هنا راح يقابلها يجيب إليها قاعدة شنو أو نيكلوتيدات عفواً السايتوسين وهكذا نفس الشيء بالنسبة إلى هذا الشريط الموجود في الأعلى لكن في هناك اختلاف بينهما ما هو هذا الاختلاف؟ إنما نلاحظ إن أحد الشريطين ممكن يصير بناء الشريط زين؟ بشكل سريع الآخر يصير بناء الشريط بشكل متقطع زين؟ بعدين بصير عملية الربط عملية الربط أعزاء الطلبة وضحت إليكم عن طريق إنزيم ربط الـ DNA بيعمل على تجميع قطع أوكوزاكي مع بعضها البعض لكن أيضاً الـ RNA البادئ اللي تم تكوينه عن طريق إنزيم بدء الـ RNA فبيعمل على إزالتها ومن ثم بتنتهي عملية التضاعف زين؟ ومنشوف عملية التضاعف هذا راح ينتج إلينا عبارة عن جزئين من الـ DNA كل واحد بيتكون من شريط أصلي وشريط بيكون جديد زين؟ ممكن يكون الشريط الأصلي زينه إذا كان صار فيه عليه التتابع في الشريط الجديد بشكل مستمر معناته في هالحالة راح يكون عبارة هذا الشريط الرئيس أما الشريط الثاني يسمى بالثانوي إذا كان تم بناء القطع الـ DNA أعفواً قطع النيكلوتيدات وتم دمجها اللي هي عبارة عن قطع أوكوزاكي وتم بعد فيما بعد تم ربطها بواسطة إنزيم الربط معناته في هالحالة راح يكون هذا الشريط ثانوي زين؟ ونحصل على جزئين مكون على العموب كلهم منهما من شريط أصلي وشريط آخر جديد طبعاً في هذه الطريقة زين؟ إذا حصلنا بهذا الشكل معناته تسمى عملية تضاعف جزئ الـ DNA شبه المحافظ ليش؟ لأنه تكون الشريط الأصلي وياه ثاني الشريط الجديد فتسمى تضاعف الـ DNA الشبه المحافظ إليهن منكون خلصنا من خطوات تضاعف جزئ الـ DNA نشوف الحين أعزاء الطلبة هذا النشاط السريع البسيط اللي نحاول نسترجع فيه معلوماتنا اللي درسناها في دارس اليوم فنشوف أول سؤال أول سؤال بما يبدأ بناء شريط جديد من الـ DNA زين لما يبدأ إلينا شريط جديد من الـ DNA أعزاء الطلبة إذا تتذكرون في الخطوة الثانية اللي هي عبارة عن عملية ازدواج القواعد النيتروجينية لما جينا ذكرنا أنه قبل لا يتم بناء النيكلوتيدات الجديدة المكملة إلى النيكلوتيدات الموجودة على الشريط الأصلي لابد أن يوضع عبارة عن نيكلوتيدة مفردة اللي يبتدي بعدين فيما بعد تكون بقية النيكلوتيدات المكونة إلى الشريط الجديد الجديد فسمينا بالـ RNA البادئ أو بادئ الـ RNA فبالتالي راح تكون الإجابة معناته بادئ الـ RNA وليست وحدة النيكلوتيدة ولا الـ RNA الناقل أو الرسول أيضاً لو تابعنا السؤال الثاني أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لاستطالة الشريط الثانوي لا يحتاج إلى شريط قالب ينتج قطع أوكوزاكي يتطلب عمل إنزيم الربط الـ RNA أيضاً يتم إضافة نيكلوتيدات بصورة متواصلة على النهاية لو فكرنا نشوف هل هو ما يحتاج إلى شريط قالب هجل كيف راح يبني النيكلوتيدات أو القواعد النيتروجينية المكملة فإذاً يحتاج إلى قالب هل بيكون في الشريط الثانوي هل بيحتاج إلى بينتج عفوا قطع أوكوزاكي هل بيطلب عمل إنزيم الربط الـ RNA لو لاحظنا عزاء الطلبة إحنا ما ذكرنا إنه راح يكون فيه هناك إنزيم سمينا بإنزيم ربط الـ RNA وإنما سمينا الإنزيم إنزيم ربط الـ DNA إذا تتذكرون عزاء الطلبة هل بيتم إضافة نيكلوتيدات بصورة متواصلة على النهاية مال ثلثري براين طبعاً إذا إذا بيعتمل على اتجاه الشريط مال الـ DNA فبالتالي راح تكون عندنا الإجابة إنه بينتج قطع أوكوزاكي انتهينا من درسنا اليوم أتمنى إن شاء الله استمتعتون وإياننا وأشكر حسن متابعتكم وألتقي وإياكم مع آخر موضوع في مقررنا حياة 318 شكراً إليكم وألتقي مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر